و أكبر الله السلام عليكم صباح النور صباح الخير لبنات كده يرين تمنى تكونوا كاملين بخير و لها خير بعد ما صلت وارتحت واحد شوية قريت شوية القرآن تطلع الحال عاد نط باش نبدأ معكم نهاري اول حاجة كما كاتشوفك كما تنقول لكم ديما بعد ما سنقصلو جي كنجي نجمع فراشي باش نعرف فراشي فقط يعني ما خصنيش نعود نرجع انني الناس هذا النهار هذا اول حاجة غادي نبارتاجيها معكم هي واحد لكمون لكن صراحة متشوق فقاش توصلني اللي هو هاد الباكادة ديال الصلا اللي كي حمق البنات من الصفحة ديال انستغرام دبا نخلي هاديكم مكتوبة هنايا كينين فكازا واكيد كيديرو خدمة توصيل لأي بلاسة لكالية ديال هاد الباك هادا احسن قدر نقول لكم احسن باكادة ناخد انا يالحد الان صراحة شي حاجة زوينة بزاف ولي كتخلينا اولا كتشجنا انا نصلو انا كنت من الناس اللي كان صليو كانقطع ولكن دبا الحمد لله ولي تموضبها الصلا ويا ربي زمان بقديمة كان صليو كانت من اي وحدا فيكم كانت تسمعني اليوم وكانت ما كتصليشت ولي تصلي حتى هي حين تصلي راشي هاجة اللي مهمة الله يسمح لنا كلنا اه كدي واحد لوقيته كتقطعي كتصلي كتصلي ولكن الواحد يحاول ازيار راسو واحد شوية ومنك تاخدي شي حويجات وحالك كيشجعوك انك تولي تواضبي على صلاة ديالك بالنسبة للطبي كما كاتشوفو لكاليتي ديال هادا جزوينة بزاف بزاف وفيها ديالك الدونتال اللي عاطيها واحد الجمالية وبالنسبة للصمك ديال تابي كما قادي تشوفو معي دبارها زماغ ليد شوية يعني من الداخل رهام عمرها بالقطن كندن والتوب ديالها انتتاش يعني ساهل في النتوياج ديالو لا كولور فنة مهمتوا ما تختارو لا حسب اللون اللي بغيتو هادي اللي كانوا بريكم دابا رهام اللا نوفيل كوليكسيون عندهم داك شيل بنا تراقي بزاف 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 هنا كنت كانوا بريكم شل ديال العباية ديال صلا شوفو لي يا ما شاء الله هالدونتال اللي كتحمق دونتال فخونسيز شي حاجة اللي راقية بزاف الناس عشاق اي حاجة متولة انا متأكدة هاد الباك هادا غالي تحمق عليه حين تبصح زمين بزاف شوفو تبارك الله شل باش عجبني كبير وافد تدوري لا زيان 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 ما كبير فطول وكبير حتى في العرض حاجة اخرى لفتاة الانتباه ديالي لكاليتي ديال توب باش خدامينا البنات اولى باش كيخدمو هاد العبايات وهاد الشيلان ديالهم زوينين بزاف بحال توب اللي كان خدمو به جليل باد ديال الحضور ديال يعني اللي كاتمشي بيهم المناسبة يعني لكاليتي زوينة بزاف ذاك الكخيب زوين حريري اللي اشغل نقول لكم ماشي ضروري للبسوا الحاجة زيان غير فاش نكونوا خارجين لا حسا فاش تكوني بغا تسلي تلبسيش حاجة لتكون زوينة ومتولة كيما كتلكم انا تهنر معكم عن تجربة مني كاتاخدي واحد صلايا اللي زوينة واحد العباي اللي زوينة را كاتشجي انك حتى توليك تسلي وكيما كتلكم را هصل اخصنا كلنا نوليهم واضبين اللي يسمح لناك عاملين ميما نح مقاتني العبايات بزاف توب ديالها خطير بزاف بزاف دونتيل راقي بزاف ورا كاتجية طويلة وعريضة انا را تبارك الله عام روجات قدي كيما كتلكم يعني كاتخبي لك رجليك وكل شي وحتف العرض ديالها رها عريضة كاتكوني لابسة هكتش عجر من تحت وكاتديري لها الحزام ديالها الميون باك كي يحمق شي حاجة كيما كتلكم اللي زوينة بزاف تاخديه لرسك تاخديه لماماك تاخديه لشاح الدازيز وكي يجي تسابيح بحلاك اللي شوهو حتى هو لكاليتي ديالو شحال زوينة وشحال فنة بزاف ديال تسابيح بحلتي يسديو شوي يعني مع الوقت يخسرو مي هادا لكاليتي ديالو شحاجة ووعرة بزاف هاد الباك هادا صراحة كما كتلكم أحسن حاجة نقدر نقول لكم خديت الحد الآن وبالنسبة للقرآن خلاص كاتجي في هادي كما كاتشوفو اللي كاتقدري تدري بها زماء شو منصف حوصلتي في قراءة القرآن المهم لي نقدر نقول لكم على هاد الباك البنات أكتر من رائع أنا صراحة عجبني بزاف نفس توب اللي ديرين في التابي هوا اللي ديرين في القرآن كما كتلكم كي جي باكلي ودكور ديالو زوين شكل ديالو زوين لكاليتي ديالو شي حاجة راقية بزاف كما كتلكم تاخدي لرأس كتفرحي به أو لا تاخديه لميمتك ولا تاخديه لشي حد اللي عزيز بينصور ما كينش غير هادل لون كين بزاف ديالي كولاء وكينين بزاف ديال الأشكال نصحكم أنا لكم دخلوا الصفحة أنا متأكدة غتعجبكم وفيها ديالك شراقي بزاف وزوين بزاف كما كتلكم راهم كينين في كازا وأكيد كيديرو خدمة ديال التوصيل أنا غنخلي لكم النبرة ديرون صندوق الوصف إلا بغتو تواصلهم معهم دائما نتنقول لكم أي حاجة ناخدها الرأسي ولقى لكاليتي ديالها زوينة ولقى شي حاجة اللي كتستحق كنشاركها معكم بلا ما نتردد من بعدها البنات قبل ما نمشينو جد فطوري جيت مباشرة كامسح شوية ديال الغبرة راكم عارفين ضروري كندوزو ذاك المسيح الخفيف ديال ديما ديما باش ما كتجمش علينا الروينة حينت منيك تخلي الحاجة مدة طويلة راكي منيك تجي تشقي كتجمع لكل شي اللهم مرة مرة تبقيت مسيحها كامسيحها خفيفة كتحي دياليك الغبرة هنا كنت قد أوريكم هاد الشميع خديتها جديدة ماذا قام استعملتها بنسبة لبنات اللي كي سولون لها ديشمعتها دول بنات اللي خديتهم ما غات ندموش عليهم نهائيا فيهم رويحات لي زوينين كتشيليهم غير عشرة دقيق وكتخليها كتبقى عطي ريحة ليفنة في أي بلاسة من تحت طيافها كتعرفوا بلي كل مرة كناخد المي محيدة أخرى اللي كتتسولوني عليها بزا فيها تلاجة هادي اليوم قررت باش نهضر ليكم عليها هذه البنت كنت خديتها وماشي صعب إلي أنا نهضر ليكم عليها ونقول لكم بش حال خديتها وفين خديتها كي ما قلت لكم البنت ولكن حين ما عجبتني شلاكال ليتي ديالها ماشي شي حاجة واو صراحة شوية يعني تقدري تاختيها غير باش تسلكي بها كتانقولو أنا كنحطفى عليه بخودو زمال لسوان اللي كنستعمل الوجي تقدري تحطفيها حتى الدوات تقدري تحطفيها الشوكولات يعني كل جهة صغرية اللي كتحطيها في بيت الناس ديالك كتنفيع بزاف ولكن كي ما كليكم هادي بالضبط اللي أنا كنت خديت كنت خديتها من واحد الصفحة ولكن ما عجبتني بزاف البنات ما كتبرلو مزيان ومشي هاتش اللي كنت كنقلب إن شاء الله عاد أنا غتوصلني وحدة زوينة وجديدة اللي إن شاء الله فاشتوصلني أكيد غتينشاركها معكم نظر لكم عليها واللي لكيتي ديرها زوينة بزاف رايش حاجة اللي ما كتكونش زوين ما كن غش نشاركها معكم هنا بنسبال هادو كن دير لي ضروري كن نعقمهم كما كتشوفو كان أخذها الكل كان نرشهم شوية قبل ما ندخلهم للتلاجة عاد كان نحطهم باش هكذا كانت فدى أنهم راكم عارفين تكون لسقا فيهم شي حاجة أو لسيخت وا أنهم كيكونوا يعني هما باش كنخدموا أي حاجة بلا ندخلها البشرة ديالنا وده بغادي نشارك معكم واحد الصفحة ديال الإنستغرام اللي أنا متأكدة غا تشكروني لها وغا تعجبكم بزاف حين تلاتمينا فيها مناسبة وزيادة لها غا تلقوا فيها الحاجات لما تكونوا ديجا تقلبوا لهم بحالي وما تلقون شو أي بلاسة بالنسبة لها الصفحة سميتها أو بيغو ماروك دابرا نخليها لكم كتوبة البنات عندهم شي حاجة تزوين ديال لرنجمان ديال بلاسيك مي البلاسيك ديالهم قاسح بحالك تحطي فيها اللي بلاسيك ديالهم في المجر ولا تحطي مياه كفوق الكوافوس ديال كشكل دياله زوين بزاف قاعد الحاجات التي أتلقاوهم غابرين لكم متعرفو شوين تلقاوهم أنا متأكدة أتلقاوهم في هذه الصفحة هذه خديت حاجة أخرى لبنات هي المهم هذا بغيت تلقاوهم ومن الفوق تقدروا تديروا فيها كاليزاك سواق ديال وكما كتلكم البنات تقدروا تاخدوا لحسب الاحتياجات ديال لحسب شنو شنو بغيتو أنا أخديت ذا اللي كان خاص من عندهم وإذا دخلتوا لباج انستغرام را كان واحد الاختيار كبير بزاف بزاف وأنا متأكد غياج بكم ذا هاد الغنجمون لشكل ديال وإن عجبني بزاف وإن شاء الله عاد غادي نزيد ناخد منهم هاد هاد لبنات غاين فعوكم بزاف على قبل ازاك السواغ إذا كان لدي مشكل بحالي أنا كنجي وكن نحط هك بشكل شوائف هاد لابوت هادي وكل مرة كنجي كنبغيش حاجة لبس كالق راسيضيات بزاف ديال وقت باش نفك يعني كنجي خبلين وخصوصا على قبل هكذا يبوك لي كيكون صغار دائما كتلقي وحدة مجلي لك هنا وحدة مجلي لك هنا هاد لبوت هاد هاد غنجمون الصغار غادي نفع بزاف بزاف انا عجبني شكل ديالهم تحت يوم في المجر ما كيش بحل الغنجمو باش نكمل الزاكسوار اللي ما زالين كين عندي حاجة أخرى لبناء بغيت نشكركم بزاف بزاف اللي مسجي لكم اللي كاتخلو لي في انستغرام هاد اليا الناس اللي ديجا سوال فيها غ تعرف بلير ان كنت ديجا مريضة شوية ولكن الحمد لله داك شي أصلا لاش غبرت لكم ما صورت لكم موال هاد المدة هاد سيمان تقريبا في يوتيوب كنت مريضة رجلية هو كان مريض سيخت هو كان مريض بزاف دوز واحد المرضى اللي صعيبة ولكن الحمد لله الحمد لله لكل حال داب الحمد لله ولا شوية لبس وحت انا كن حسب براسي وليت شوية بس هنا يبنت من نسبة لها الغنجون الاضافة الوحيدة لها هو ذا كالبغوش في القدام كما كاتشوف جاشكل ديال وزوين وكما كارتب لكم الحاجات ديال كتحطي هكذا مجر مكيش تجلس حين تغير صغير وفي نفس الوقت كاتلقي كل شي متول كل شي مقاد بلاستو دائما تنقول لكم حاول في ديور كم كل حاجات تلقي لها بلاستها يعني باش هكما عمر روين ما كتكون عندك ديما كتلقي دائر كمثول مقاد حتى الشغل ديال كل النهار تيكون خفيف حين تكون شي كيكون ديجا مرتب بلاستو يكفي انك تبقى تحي ديغ الغبرة ديما ديما هانا بالنسبة لها دي خديتها من نفس الصفحة كما كتشوفو غزالة يلبنت هدي في المساج ديلي بها مساج الوجه عنق كدي رجلي زوينة بزاف بزاف أنا عجبتني صراحة حين ديجا جربتها وهي تحطت هات الماء باش تبقى لها كده باردا لوقيت واش نبغي نستعملها خديت هاد البوات اللي صراحة كنتش حار وانت نقلب عليها اللي بخاتيك على حساب لي لونتي كتعرفوا بلي أنا من الناس اللي كندير بزاف العدسات ودائما كانحتاج حاجة اللي تكون ما يفسك مهم عجبني شكل ديجا خديت هاد الخرى لبنات هاد تقدر تدير في العشوب يعني فكتبغي تدير الحليب ما كتبغي تدير الحليب وتترمي في بحل كالزاتار او لاشي حاجة هاد تنفا كدير بحل شي صفاية كتعمر لها بالعشوب لانتي واباغة وكتحط ها في الكاس ديالك حتى تطلق مزيان مزيان وكتحزي وكي بقال لك الحليب ديالك مصفي وزوين خلاص خديتها البنات بنسبة لها اللي صراحة كنتش حال كنقلب عليهم شكل ديالهم كي حمق زوين باي وفنفس الوقت مع القي نتحرك بيها وفنفس الوقت تشرب ديال الحديد وكتجي معهم هاد لها بغوص وخديتها بالنسبة لها لكم عارفين اللي كان قدرون ناخدو بيهم العبارات ديجا عجبوني بزاف خديتها وخديتها لك الصغر اللي حساب لي ماس كي ما كتشوف اللي فيهم نص ملقة 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 كبيرة عندهم بزاف كي ما كتلكم ديال الحاجات اللي زوين بزاف بزاف أنا أخديت تغير واحد اللي في نفس الوقت كي خلي رحة زوين تقدري تمسح بيه البارك تدو زي بيه ديجا جربته في واحد رحة زوين وكي نقيم مزيان مزيان خلاص خديت هادي الشكل ديال غزال حسب توالت أعزاكم الله هذه لبناء السيليكون يعني ما تخافوش من أن هاجم لكم مجارتي نهائيا تلصق في الحيط إن شاء الله فاش نبغي نعلقها غادي نوريكم شكل ديالها كيف يجي وصغير ورغم ما تاخد ش البلاسة نهائيا كتعلق ها هكذا في الجنب كما كتلك فاش نبغي نعلقها دبا نوريكم كيف ش غادي ندير ليها وعجبتني بزاف بزاف وقلت نبرتاج معكم وتمن ديالها مناسب غير ما قلت شو بالضبط شو حال سمحوا لي ما نعطي شو الأتمين حين تكونوا مهتمين بالأتمين ديال أي حاجة شو هو عندي إن شاء الله نبقى نشارك معكم كل شي غنضير لبنة واحدة المذكرة على قبلكم ونبقى نقيد فيها أي حاجة التمن ديالها ونبقى إن شاء الله نشارك معكم قال لزاختي اللي كنبرتجي معكم بالأتمين كنوريكم الحاجات اللي دائما تنحط هذا راسي واللي مهم دائما تنحط واحد الكريم باش كندهني يدي حين آخر حاجة آخر حاجة قبل ما ندهني يدي وندير شي مقويد للأظافر هذا الأغيف لما لبنة نفعني بزف بزف وأكيد تحت حي المصحف الكريم تقري شوية وكان حت واحد المذكرة اللي دائما تنقيد فيها الحاجة اللي متن بغيش ننصرهم لغتلي يعني تطح لاشي فكرة وليش حاجة بغنقضيها مهم ما كان قيد ها في هذه الأجند كما كتشوف واخت الحاجة دائما كان حضار سفي آخر حاجة مباد مجموعة الدنيا وكما كتشوف وهنا لدى دائما لنقضي بخير لكي تبقى لها البيت كيف أعرف أن إدماء البخور وعلى الرواح التي تجعل البلسام عطر ومن أضف لها تشمي فيها رحة التي تكون مزيدة جاء مباشرة لكي نبدأ توجد الفطور اول حاجة سوف ندرها في حسوة هي اللولة تعرفوا الحسوة تكون صحية تقدري تدري إما ديال سميدة ولا ديال بلبولة ولا ديال إيبلي حتى هي كجيزوينة اليوم أدرت ديال إيبلي يا البنت قدرت مع واحد شوية ديال الحليب كما قلت لكم اول حاجة بديت بيها نهاري عاد من بعد غدين نوجد الفطور بالنسبة الواحد سيدة كان طلبتني للطريقة ديال هربل اللي كنت شاركت معكم قلت لي يا عفاك تقول لنا كيفاش تصيبه سهل للبنت ان شاء الله رايق على الوصفات لك تطلبوني عليهم ما ناسيكم شفيهم وان شاء الله غادي نشاركهم معكم خسخياتكم عندي شوية ديال الوقت وغان بارتاجي معكم كل شي ان شاء الله درت واحد شوية ديال البودور شية من الفوق صحيين بزاف تديرون بحلقة مع الحسوة في الصباح او لمع يوغورت او لمع المهم اي حاجة كي يجيو زويني للداد وفي نفس الوقت كي ما اقول لكم شي حاجة اللي صحية تبدأي بها نهارك سوف نتحرك واحد شوية بمجاني الجوع جيت نقعد هنا الحاجات اللي كان محتاجهم كي ما اقول لكم يكونوا قرابلية بحل الحاجات اللي كان دير فيهم سكر تايل قهوة بالنسبة لها ديال ايكيا خذتها من عند سارة البنات اللي كان اخذها دائما خذتها بزاف ديال الحاجات اللي ان شاء الله من هنا القدم غنشاركو معكم فيديوات وحدين اخرين فاش تجي وقتهم بالنسبة لسارة اللي نقول لكم انها انسانة معقولة وكتصفت ليا صراحة في الوقت وبالشهادة ديالكم حتى انتم كتصفت لكم في الوقت كي يجبني الانسان اللي يكون معقول فاش كي يقول لك غاد ينصر تيك الامانة ديال كي يصير تاليك في الوقت كي يجبني صراحة نتعمل مع ناس اللي كي يكونوا بخوفيسيونيل مهمنا غنخلي لكم حتى الكنتاكت ديال سارة البنات رانيت هنشاركو معكم غين ناس اللي ما كي حشمونيش معكم نهائية الحمدلله فاش كتقدو عندهم ولا كتاخدو عندهم شي حاجة كتكونوا فرحانين صافي هنا يمن بعد جيت باش ندووز مسيحة خفيفة هنا يكن ديجا صاليت شقة ديالي ما صورتش لكم كل شي راكم عارفين من كش ينصور لكم كل شي شنو كندير بلا داتاي وإلا غايجيني اعطاني الفيديو الطويل بلا قياس ويجيكم الملل ومن اياه ساليت كل شي مصحت الغبرة كي ما كتلكم حطت البرارات حطت الحاجات اللي كان بغي يكونوا قراء بليا كنت حيت قاعدوا كل قراءة اللي وردكم اخر مرة حينت ان شاء الله قريب يوجد ديال المبل ديالي ولالبلاكاغ ديالي كتلكم رانيت فاتوا عند عندهم جربة شي قدوا ان شاء الله غادي نشاركو معكم تشوفوا فين درتو تشوفوا كيف اشدرت لي وكيف اشتغلت المساحة باش قدرت ندير واحد البلاكاغ ديال الخزين اللي متول اللي مقاد اللي زوين واللي جمالية كل شي جمالية بزاف ديال الحاجات المهم كما كتلكم ان شاء الله قريبا ندلكم فيديو لكل استفادة ان شاء الله تستفدوا منو هنجيت باش نعمر اتاي كما كتلكم اتاي ضروري لما شربتو في الصباح سنشربو في العشية وكتعرفوا بلي اتاي اللي كان عمر بي دائما هو ديال الكنتاوي اللي جيد بزاف بشاهدة ديالكم حتى انتم مقاعد اللي داقو كيقول لي امين الله اعتك صحة شكرتي وارتي شنو شكرتي ولينا تحنا كناخدو منها جربناه ولينا كنديرو غير هو كما كتلكم غان نصيب واحد اللي كويس يكون لحقو طريقو والبنات اللي كيقول لي اتاي ديال هاكا اشعره ما تيتعمرش بالمطايب انا صراحة هادي هي الطريقة ديالي كيبقى كل واحد الطريقة ديالو كيلي كيعمرو بالمبارد انا كنديرو بالمطايب كييجي من ذاك الشرفة اتاي كويس على حقو طريقو برزة ديالو اليوم ادرت فيه شوية ديال الازير وباش نسمته كما كتشوفو مرا كنديرو مرا كنديرو غير بوحدو حين تواصره حزوين وخديري غير بوحدو اتاي بوحدو يعني ما تنسمي بحتش حاجة المدق ديالو الديد بزاف سافي غادي ناخد طريقة ديال الخبز الخبز الكامل ديجا سخنتهم في الفران واحد درت فيه هاد الزبدة ديال الكاكاو ولاخدر فيه واحد شوية ديال الجبن وقطعت واحد الليمونة دخل الماندارينا البنات انا كنحمق عليه وكان هدا وفطوري ديال هاد النهار الحمدلله كيما كتلكم كل نهار وكل مرة ورزقو وكل مرة واشنو كانت هو باش نفترو مباشرة مباشخة الممينات نعف footage معكم بنسبة المحبوط الأدول غزالين برقبل المترك ديال المتنجم المات نرغم في المواد الغدائية متوسطى والصغار المتوسطين درها من الوحدة كيما كلكم هدو روهم توفرين في مرجان غادي تلقوهم تما غزالين كيجوا في لغان جموة البنات أولى باشا كتتتنضمي بيهم البلاكاغ ديالك هما راهم ديال البلاستيك ولكن داك البلاستيك القاسح اللي زوين لك اللي تديالو زوينة وكيتسدوه مزيان مزيان ما تخافيش أن الحاجة أنهم تحطفيهم شي حاجة زيما وتبردليك أولا لنهائيا حين تكيتسدو كيما كلكم مزيان مزيان أنا غادي نحيي لهم بلاستيكات ديالهم غادي ننقيهم زيان واخرهم جداد رضا روري أنكم تغسلوهم حين كيما كلكم نحط فيهم المواد الغذائية هنا غسلتهم بديت كان نشفيهم مزيان ما مخليتش فيهم المنهائيا وغادي نبدأ نحط فيهم ذاك شي اللي كان عندي غير ذاك شي اللي كان عندي حينت أنا ما زال مشيتش در التقديال الكبيرة يعني قاعد ذاك الحاجات اللي خاصة إني مشيتجدهم غير ذاك شي اللي ديجا كان عندي في المجورة حيتو وقلت نديرو في هاد القريعات هادو وغادي نحطو علاجين بما ان شاء الله وصلني البلاكار ديالي وغادي نشارك معكم كل شي بلا ديتاي غا نوريكم حتى بنسبة الواحد ديستيكرز عاد كومانضيتهم من عند واحد السيدة اللي كتقدهم بعد الشكرة لكم تتنفعوني صراحة في انستغرام فاش كنكونوا واحلة في شي حاجة ما عارفاش مني ناخده وكينسو لكم كتوريوني حتى انتمو وكتعطوني تجارب ديالكم كنت ما عارفاش فين قدر ناخد هادو كليستيكرز ووصلت معي واحد السيدة اللي كتقدهم كومانضيتهم من عندك كما كلكم غير غا يوصلوني ان شاء الله نبارتاجيهم معكم وخا غا تقولوا لي هاد القريعات هادورهم تخونس باغون كيبين وشنو كي الداخل ولكن مي كتديري فيهم كل حاجة وسمية ديالها كي يجيو حلوين في المنظر في شكل ديالهم يعني كي يجوز ببنين وفي نفس الوقت ما كتبقيش حيرة هادي هادي فين كينا هادي كي ينشي حاجة لكي يكونوا القراب لبعضياتهم لكن مي كتديري سميات يعني كتعرفي كل حاجة فين حدقها وكل حاجة مي كتبقيش تعرفها فين توني نمي مراكم فين توني شنو بغيت نقول بالنسبة لهاد القريعات المنات تخديت فيهم تقريبا 6-6-6 يعني 6 الف الكبر 6 الف متوسطين و 6 الف صغر حينت عاد كوماندات وحدين خرين من عند سارة كي ما كتلكم اللي كديري زغتي كل ديال ايكيا كوماندات عندنا قريعة وحدين خرين زويونين فنين ديال زاج إن شاء الله غادي نوريكم كل شي إلى جانير بنات البلاكار يعني في هاد ليامات هادو مع طلوش الليان الجار إن شاء الله هنمدال لكم الفيديو جاي هو اللي ندال لكم في هاتش ديال تنضيم نوريكم كيف ياش نطمد كل شي يعني لا تطلعوا لي دونك ما عندي ما ندير المهم كي ما كتلكم اي حاجة عدرتها غادي نبرتجيها معكم موسيقى 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 في طلاجة وفروماج كل شيء قريب لي كل شيء مقدد من أسواق السلام نفعوني نفعوني بزاف الزاج والغطيات البلاستيك تنفسهم من فوق تنفسهم لشي حاجة شوية كيف تصدوهم مزيان وكيف تضع شي حاجة تكون ضامنة أنها مداخلة لها لبرودية وكيف تصدوهم مزيان وعجبوني بزاف وعندي فيهم هم الأحجم كاملين لدي الكبار وصغار ومتوسطين وما تخيلوش كما قلت لكم ما حال نفعوني بالنسبة للعجاب حاجة أخرى اللي بغيت نتشاهر معكم فيه ما كرهتكم كيف تكتبو لي فيكم كنفكر أنا نبدل الفراش جالسي جوغ ما كرهتش تكتبو لي اقتراحاتكم شنو هو اللون أنا حايرة نزل ما عارفاش شمال اللون ما غادي ندير بالضبط ما كرهتكم ما كرهتكم شنو هو اللون اللي نقدر ندير شنو قدر ندخل معاه بغيت شنو اللون اللي يكون فاتح اللي بي ليا البلاسة كبيرة شوية كما تعرفوا السيجوغ عندي صغير ما كبيرش بزاف ويمكنت سنا شاء الله اقتراحات ديالكم تكتبوهم لي في كومنتر هنا كان عندي الفرماج حمر وخديت تيرواميكس غادي نحاول ننتحنه باش هكا تهوال وقيته واش نبغي نحتاجه كيكون ساهل ماشي عاد نبقى نطحن كلها سبا كل مرة بغيت منه نطحن في شوية لاخدتها هذك لفرماجة كاملة غادي نطحنه غادي نديرها فبوطة كي تبقى ليها مزيانة ما كي يخسر الفرماجة وكما كنت لكم فقم ما كنبغي ندير شي وصفة او لا تيكون قريب ليها وكيكون ديجا محكوك او لا مطحون وبالنسبة للتلاجة الناس اللي كي يسوروني باش كننظفها اقول لكم واحد الخلطة اللي معتمدة عندي كنستعملها صراحة زوينة كتعقم لك تلاجة ديالك وفي نفس الوقت قاعدوا كل اوسخ كيتحيدوا ما كيبقىوش نهائيا كتأخذي واحد القرعة كتدير فيها واحد شوية ديال الماء كتدير فيها شوية ديال الخل بيض وكتدير فيها شوية ديال الماجون ديال الاسنان اي ماجون كان عندك رهي سمايق ديالك غراض وكتدفي ليهم واحد شوية ديال سائل الاواني المنظف باش كننغسلون الماء سوفي كتدير يكون شي في قرعة كتخلطي مزيان كترشي على تلاجة ديال تقايق وكتمسحي اردالي الخبار كيكون تعقيم كتكون ريحة زوينة وفي نفس الوقت كيما كتدير لكم كتدمنوا انه قاعد الاوسخ كيتحيدوا هنا تلاجة كان ديجان قياه يلا هنضفتان ماشي باطل الحال بديتكان استفيادو كل البوات كي ماشتوش كل ديالهم كيجي زوين كيما كتلكم وتي قدوا لكم الحاجات او لكي سايب لكم كي قدوا لكم تلاجتكم كاتبانم كيولا وزوينا انا جيت كندير لي بيسكويت اللي كنحتاجه في القوتي انا كنحماق على هادا ديال كازينو هاد كوكيز ديجا شاركتو معكم الناس المتبيني مش حال هادا هادا اللي بالقرقاء الديد البنات غزال كي يجبني صراحة مع القهوة في الاشياء فقه ما كيت ساليا كنعود كنمشي كناخدو خديت هاد الابوت هالي فرجت فيها واحد شوية ديال بابي كويسون ودرت فيها هادا كوكيز خديت حتى بالنسبة لهاد هاد البيسكويت هادا ديال القرفة هادلقاوها البنات في مرجانية لقيتوه جربو عشاق القرفة انا متأكدة غايجبكم واللي مجربات كتب ديفلي كومنتر المرة كنوريكم الحاجات اللي لدادين واللي فاشت دقوهم تقولوا بالصح امينة ورتنا شي حاجة زوينة كي ما قلت لكم هادا زوين بزاف بالقرفة المهم انا كي يجبني كيبقى كل واحد الدقو ديالو كان اخدو احتاجو بزاف في القهوة هنا كانتو صلاة الاشياء كنتو جت المسمان كي كالقارس الحرشة عندي واحد طريقة في الحرشة لبنات والله وتجربوها ما غاديش تستغنوا عليها نهائيا كنديرها بالكوكو الحامض وكانوا وعدكم غادي نوريكم بطريقة ان شاء الله قريبا هنا كي ما قلت لكم كان وجين عندي مارينتر باش يطلوا على راجلي وصيبت ليهم القوتي غنقول لكم الغزالات ديالي خليت لكم راحة الله تهلاولي يا فروسكم ما تنسونيش بلاي لايك ديالكم كنتمنى ما تنسونيش تخليوا لي واحد لايك كتشجعوني كتخليوني نزيد ندليكم فيديوهات كتر وكتر كتخليوني انا ننصور لكم وللاختكم اليو شكرا بزيه للتعليق الزوينة ديالكم ان شاء الله نتلاقوا فيديو اخر شكرا